اذا اردنا ان نتعرف على المفردات تدعني بمعنى تتركني واجرع بمعنى اتناول كفي بمعنى توقفي نفع بمعنى فائدة اذا اردنا ان نتعرف يا تامن على بعض القضايا اللغوية هنا وصف لي الطبي مدواء وصف فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر طبعا اللام حرف جر واليا قلنا قبل قليل ان الكاف والها واليا والنا اذا اتصلت بحرف جر فانها تعرف في محل جر بحرف الجر من الذي وصف الطبيب اذا كيف نعرف الطبيب فعل مرفوع وعلامة رفعه الضم ماذا وصف الطبيب دواء كيف نعرف دواء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لا تدعني اجرع هذه اللا هذه اللا نافية لا تؤثر على الفعل المضارع تدعني تدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم والنون هذه نون الوقاية لا محل لها من الاعراب واليا قلنا ان اليا اذا اتصلت بفعل مباشرة تعرب في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به والفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هي يا امي كفي عن ذلك كفي كيف نعرف هذا الفعل هو فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بيا المخاطبة فعل الامر يبنى على حذف النون اذا اتصلت به يا المخاطبة او الف الاثنين او وال الجماعة طبعا لا تنسوا اعراب اليا فهنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل انه قلب الامي انه حرف توكيد ونصب حرف توكيد ونصب والهاء هنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم انه لانه اسم انه دائما يأتي منصوبا وخبرها دائما يأتي مرفوع فهو وقلبه هنا كيف نعربها خبر انه مرفوع وعلامة رفعه الضمى وهو مضاف والامي مضاف الى مشرور وعلامة جره الكسرة لكنه عمل ايضا هنا لكنه حر تفيد الاستدراك من اخوات انه وهاء هنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لكنه وعمل كما اعربنا قلبه ايضا هنا خبر لكنه مرفوع وعلامات رفعه الضمى ننتقل الان الى الفقرة التالية وكانت وكانت عليها رحمة الله تتوخى ان تعفيني من المنغصات وتتجنب ان تحملني الهمومة فتستقل بها دوني وتتحرى ما يدخل على نفسي السرور ويشيع فيها الغبطة والرضا ويفيد على البيت الاناسة والبهجة وحينما استقلت من وظيفتي اصابني بعض القلق وشعرت بالندم على الاستقالة فلما رأتني امي على هذه الحال قالت لي قم وتوكل على الله فقد كنت انا مستعدة ان اعمل بيدي في سبيل تربيتك فكن انت مستعدا ان تعمل بيديك اذا احتاج الامر وثق بانك لن تخيب فاني داعية لك راضية عنك